موسيقى وحشتوني من الاسبوع اللي فات للنهاردة ودايما متعودين ان زاشو بيقدم لنا كل جديد ومختلف حلقة النهاردة مهمة جدا عشان احنا في زمن مليان تفاعلات وعلاقات بقى مهمة جدا نكون وعيين للناس اللي بنقابلها والشخصيات المؤذية اللي في حياتنا اللي بنسميها التوكسك ممكن تأثر علينا بشكل كبير وتزود همومنا عشان كده لازم نتعلم ازاي نكتشفها ونعرف العلاقات ونحذر قوي منها اللي كل اللي عليهم ان هما ازاي بيدمروا حياتنا وطبعا دول موجودين كتير جدا سواء في الشغل سواء الصحاب ايا كان يعني بنقابل ناس كتير قوي في حياتنا بجد وما بنعرفش كده غير في المواقف فالنهارده معايا لايف كوتش محمد غريب هيسعيدنا ازاي ان نتعرف اكتر على المواقع دي وازاي نصادهم محمد منورني بيقد منورني لتاني مرة على التوالف ده شو عايزين بقى النهارده موضوع مهم جدا وهو احنا ازاي نصاد التوكسك اللي في حياتنا طيب خلينا نتكلم الاول ان احنا يعني نتكلم على اربع نجوم في الشخصيات المجزية الاربع نجوم دول يعني بنعتبرهم دول الريد فلاك نيجي عندهم ونوقف نبعد وده مهم جدا على رأسهم نجمل مجموعة الشخصيات النرجسية طبعا ما فيش حد فينا ما سمعش عن المصطلح ده او قابله في حياتهم النرجسية دي اللي هم عندهم الانا عالية ده ده كده بسيطة اللي هو انا اولا ثم اي حد تيجي ده بيحب ان هو اللي يسقف له ايوا لازم الاطراء لازم ان هو يكون في محيط الانا بتاعته لو مش موجودة بنفس القدر اللي هو عايزه بيضمر المجموعة طيب المجموعة هنا بقصة شغل او بيت او جروب صحابه فدول اكتر الانواع اللي يعني كلنا مشتركين فيهم من ضمنهم طبعا للدراسة اي لو ما فيش عامل يوم ادراسة اكيد طبعا فالشخصية النرجسية النهاردة لما بتيجي بتقابليها بتلاقي من بعيد كده بتعرف يا اه الاول بيبقى جميل جدا اه وبداياته حلوة اوي 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 بس بيوصلك لدرجة انت مستغلة لكن عشان نقول على الاربعة بقى من البداية ايه اللي خلاهم كده ثلاث حاجات هنتكلم فيهم اول حاجة بس اعايزة بس اسألك سؤال مهمة اوي في النقطة دي فيه ناس ما بتعرفش ان هي مستغلة غير بعد فترة صحيح طب انا اصطادهم ازاي في الاول اعرفهم الاول اوكي فالنهاردة ايه اللي بيخليهم كده ام تلات عوامل ايه هما اول حاجة البيئة المحيطة اوكي اب ام اصحاب ام المجتمع اللي هو ناشق فيه وفي الاغلب بتبدأ اول ما بيكون يعني ايه في سن المراقة بداية اكتشافه ام الحاجة التانية بتبقى وراسة تمام يعني فيه وراسة جينية للجسم يعني مثلا هي بتكون عقدة نقص عند الشخص نتجة من التربية البيئة الاول او من البيئة بالزبط وراسية انه هو شايف ده طبعا في العيلة وبيبدأ بالعصبية اوكي والحاجة التالتة ودي مهمة اللي هي البيولوجية العصبية اللي هو الربط ما بين التفكير العقلي والاتيتيود طريقته التلات حاجات دول اكتر تلات حاجات تقدر يتميزيهم عايزة تعرفي شخص عرفي مين البيئة اللي فيها بس يعني انت بتتكلم انه هما بيكونوا عصبيين بس فيه ما هو ليه عصبيين فيه فيه فيئة منهم بتبقى برده شوية اللي هو صح اللي هو ايه هعرف ازاي الفت انتباهك ليا طيب مظبوط اللي هو عارف انت الناس اللي بتفضل قاعدة في القاعدة هدوء ديت عشان تجذب الانتباه او تقولك انا اللي مسيطر انا الرأي الاول والاخير لا الشخصية المسيطرة دي حاجة تانية دي حاجة بس مش من ضمن النرجسية او من ضمن الناس المخصص لا هو خلانا نقولي النرجسي هو مش عايز يسيطر عليك اكتر ما هو عايز انك دايماً تمجدي فيه امجد فيه او اللي اخد رأيه عشان بتختلف هو كده كده الرأي بتاعه لازم تخديه هو كده كده انما هو ان هو يسمعك هيسيبك تقولي هامل لو هو عايزه تمام اه الشخصية المسيطرة قريبة منها بس عنده مشكلة تانية ايه بيسيطر عليك اول حاجة له اساليب وتلاعب بطريقة لا تتخيلها واهم حاجة في التلاعب بيعملها التلاعب العاطفي غير النرجسي النرجسي هو ما بيهتمش بمشاعر رأيان احنا بنتكلم سواء أصدقاء كله او البيئة المحيطة عامةпа من الإنسان محيط سواء في الشغل في البيت في المجتمع فالجزء اللي هو الكمان ما بينهم هما الاتنين هما الاتنين هما مؤذين بطريقة السيطرة بس المسيطرة أكتر لأنهما بيسمعش الآخرين النرجسي هيسيبك تقولي بس هينفز لو عايزه المسيطر رأيك مش مهم المسيطر بيلعب معك عاطفي النرجسي لا هو أصلا انت مش في دماغه ولا بيهتم يعني بتلاقي مديرين كتير أو أصحاب أو بيوصلوا الليفل معين في أنه هو ظهر فابتدي أنه هو يفرد رأيه يعني بيهتم في الوقت اللي هو بيكون عايز فيه الحاجة يعني أنا عايز حاجة دلوقتي فأنا هكلم محمد قال له انت فيهن ازيك عامل ايه الصنة كنت عايز منك واحد اثنين ثلاثة ده المسيطر دي نص النص في حياتنا الحاجة التانية أن دول اللي هم ضحايا اللي هم الشخصيتين التانيين ولكن الاكتساب هنا من الاتنين دول حاجة واحدة ايه اللي اتنين لو قابلوا بعض بيبقوا عاملين زي الديوك بيفضلوا ينقروا في بعضيه ومين اللي هاي هو ويدي بتشوفيها فين وهقولها لك في أي جروب شيلة عشان كده أنا قلت لك بتبدأ من المراقة جروب الشيلة في الجماعات أو في المدارس بتلاقي كل شيلة كده فيه واحد ده نجم المجموعة والتاني كده اللي هو الاسيستانت شوية أو انه هو لا ينجمه أقل شوية بيبقوا الاتنين نفس الشخصية واحد مؤذي قوي بتفكيره واحد مؤذي بتفكيره واحد مؤذي بطباعه ده فيرال بقى فالنرجيسي بيجي يعمل ايه 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 انت عملتي كذا اه ليه ليه بدأ يشتغل عليكي نفسيا بتدمير حرفي كاملا ان انت تبقي مدمرة نفسيا طيب المسيطر مش فاق يعني انت اتدمرتي تمام اشوف غيرك عنده لعبة الضحايا بتاعتهم اتنين الشخصية السلبية والشخصية الضحايا ام اكيد طبعا الشخصية الضحايا دي قابلتك كتير في حياتك كتير السلبية ده عم ضياء في نفسه قوي اه اه يخش ما بين المجموعة ده اللي دايما على طول بيشكي وبايزة ومش قادر والنمية معي مش حلوة وبيديك طاقة سلبية بس ياريت طاقة سلبية بس ام ده احلى واحد ده زئب المجموعة ام ده يجي كده ده النمس بقى اه اللي هو بيعمل في صمت بالزبط وبيفاجئ الجميع مرة واحدة اللي هو داري على شمعتك تقيد اه لا انا انا ما عملتش حاجة اه ايه ده ايه ده طب انت انت لها تشتري كده دي جاب صدفة انت لها تشتري العربية دي انت عارف العربية دي هيحصل فيها كزا كمان كم يوم انت لها هو راح اشتري العربية ام ف لا انا الاول اه فس ده جزء منه ناتج ضحيات الاتنين الاولانين الضحية يا خبر ابيض يعني عارفة اللي هو نيكادلو ايو ده شخص عايش حياته ضربوني ايو عارف انت بيأكل كده بنعومة وحنية بيخليك ويعيط اللي هو انت اللي بتروح بمشاعرك ليه وبيصعب عليك واللي هو تعالي انا انا هتبناك واول اول حد يعني اول حد تلاقيه انت حكيتيله حاجة المجموعة كلها عارفت انا مقولت انا ما حصلش مني فالضحية دي مصيبة مصيبة يعني احنا لو هنوصل لمرحلة انت بتتعاطفي معها مرة واثنين وثلاثة بس ده كده يبقى بيستغلك وبيلعب على نوقة ضعفك عشان كده احنا قلنا الاربعة اه مؤذيين اه يعني مش شرط المسيطر او النرجيسي هم بس اللي يبقوا مؤذيين في حياتنا بالعكس الناس السلبية بس ده مشكلة نفسية اكتر يعني فجأة مرة تلاقيه بيقولك ايه انا بحبك قوي انا بجد مقدرش استغناء عنك وتلاقيه بقى ممكن يعني صاحبتي مسلا تقعد تعيطلي وتقوللي انا بجد مليش غيرك انا بجد عملت كده مش عارفة ازاي غصبة عني ده جزء شوية اه يعني برانوية ان هو بييجي متعدد هو مش فاهم هو بيعمل يعني مسلا ممكن انه يبقى في حالة هو ضيع فيها خالص وانتي اللي قدامه طب هو اللي بيأذي ده بيبقى مش حسس انه بيأذي بساعات بيتلازز بان هو يبقى مؤذي بيتلازز بواجه عن الناس صحيح يعني انا صاحب غريب وعرف ايه نوقات ضعفه وابدأ ألعب عليها وانغزه كده بشوية حاجات ده المسيطر 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 اول حاجة بيعرفها عنك مش حياتك العادية نوقات ضعفك اوكي عشان يعرف يمسيجك منها عشان كده اكتر الشخصيات مؤذية عاطفيا المسيطر مش النرجسي حاله خلاص هجروا سبوه المسيطر مش بيسيب اه يعني انا وراك وراك لحد ما اجيب أجلك المسيطر اه وده بيحصل من الراجل او ست يعني الموضوع مش مقتصر على نوع ده عقلية انت فيه اطفال مسيطرين على أهلهم يعني النهار ده بس ده ناتج عن العدوانية اللي بتتربى في البيت قدام عينه مثلا بين بابا وممت ده جزء مش كل احنا قلنا البيئة المحيطة فما قلناش البيئة المحيطة يعني الناشئة بس الناشئة دي مدرسة اه الاهل والاقارب يعني مثلا عايزة برضو أقولك الحاج ممكن يكون طفل في المدرسة بيروح بيشوف مثلا اهتمام بابا ممته بواحد زميله اوكي فيجي للبيت عنده بيلاقي مثلا بابا طول الوقت في شغل ممته طول الوقت مسحولة في النادي وصحابي او هي مثلا عندها بيزنس فهنا بيبقى في عدوانية اللي هو انا شايف صاحبي بابا وممته مثلا بيجوا ياخدوه او يودوه المدرسة كل يوم بقى الشخصية المؤذية ده شخص مستكتر يبقى احنا هنا نازم نخطب الاهل اكتر الاهل طبعا والمدارس والجماعة تزويد الندوات الثقافية اللي بتتكلم عن تربية النشق لان معظم المشاكل بنشوفها من ده طب لو هقولك تقول رسالة للأب والأم هتقول ايه هتقول رسالة قاسية لا احنا لازم احنا هنا بندى رسالة ونصيحة لازم نعمل بيها رسالتك من زى شو لكل بيت فيه ابو وام يعني لازم يهتموا بولدهم يعملوا ايه يصاحبوهم عشان كنت قلتلك صعبة تخيلي يعني النهاردة لو انت صاحبت ابنك مش هيوصل لده انت نفسك هتتربع لنهاردة فارق احنا كنا بنتكلم قبل كده فارق الاجيال صح كده طيب لو بنتكلم بقى مسلا نعمل هنقول القب في تلاتين سنة والطفل ده عنده مسلا ست سنين فارق الاجيال قد ايه كبير جدا يبقى مضطر ان انا اعرف ايه جيله بيتكلم عن ايه ساعتها مش هبقى فيه فرق لكن لو حصرت الفجوة ديت هيضطر يتكلموا ويتناقش مع مين مع الصاحب فالصاحب يا امه كويس يا امه يا امه صاحب سوق بس وساعات فيه ناس بتلجأ لأسوأ من كده امه يعني انه هو بيدور ازاي انا هطلع وهتميز بتلزز ان انا هبقى مؤذي امه عشان كده الاسواء مختفين الاسواء بتقلع لهم عددهم قليل والله موجودين بس هو لا هم مختفين يعني عارف اه اه اللي هو احنا احنا تمام ومش عايزين نختلط بالزبط لكن مين الاكتر الشخصات المؤذية ايه فاول حاجة لحدد المشكلة ان الشخص ده مؤذي ايوا تاني حاجة ان الشخص ده مدى تأثيره عليها في ايه اوكي سواء ماليا لان هم الشخصات المؤذية دي الابزيات اللي نجمين الاولانين دول ايوا عايزة بس سريعا اه عايزين نقول سريعا اه فيبقى نحدد المشكلة اه نعمل اول حاجة محاولات لالاصلاح تالت حاجة ابعد اظن اسمعنا الرسالة وبجد محمد انت نورتني وبنستفاد منك جدا في زي شو خلونا نروح واصل ونواصل باي وارجعنا لكم الفاصل ودلوقتي هنتكلم في موضوع النهاردة بيمس شريحة كبيرة جدا من الناس اللي بيعانوا من مشاكل الجيوب الانفية واللي بتأثر على حياتهم اليومية بشكل كبير وملحوص بس بتسيب ليهم اثر في الصداع وبتأثر على حياتهم الشخصية وكمان بتأثر على طاقتهم وبتأثر عليهم كمان في شغلهم وده بيخليهم يعني يدركوا اهمية التوعية بمشاكل الجيوب الانفية واخترها اه او اختر طرق الوقاية منها ان احنا مش عارفين سواء ان هي جيوب انفية ولا صداع وهنتكلم النهاردة ازاي نفرق ما بينهم وازاي نعالجهم وازاي اه هي بتسيب اثر كبير قوي فينا اه وكمان يمكن اكتر ناس بتعاني من الموضوع ده كمان الاطفال واحنا ما بنبقاش فاهمين ان هما اه طرق الوقاية ازاي او نعالجهم ازاي والنهاردة هنتكلم مع دكتور اه عبدالعظيم عمار اخصاي الالف والأذن والحنجرة منورني النهاردة نور حضرتك اهلا وسهلا عامل ايه الحمد لله بخير اه احنا النهاردة الموضوع مهم جدا بما ان ان احنا كمان دخلين على الشتن فعلا فهتلاقي الموضوع ده منتشر بطريقة مشاكلها بتديد فعلا فترة جدا اه كبيرة جدا فيعني عايزة اعرف اه ممكن طرق الوقاية منها ازاي هو الوقاية منها الاول ان احنا نكون عارفين المشكلة فين يعني اللي كون عنده عرض معين من اعراض الجيوب الانفية كون عارف ان دي جيوب انفية حتى لو نعرفها بقى ازاي طيب بداية الجيوب الانفية عارضها كتير جدا يعني بتبتدي من احيانا حاجات في الانف بالتحديد ممكن واحد يحس مثلا افراز مخاطي غير مصاحب لأدوار انفلونزا يعني افراز مخاطي من غير ما يكون عنده نازل برد ولا حاجة احيانا تاني بيكون واحد عنده نفس المشكلة برضه بس عن طريق انسداد بحس من اخيره مسدودة وبرده ما عندهش برد وانفلونزا بلاحظة ان الموضوع مستمر يعني ممكن يستخدم علاج او اطرم السيدلية ويلاقي المشكلة المستمرة معاه ولو الموضوع تطور عن كده ممكن يوصل لتقل بقى او صداع او وجع في مناطق الجيوب الانفية سواء مثلا فوق العين او تحت العين او في العظم بتاع الوجه وبيبقى زايد معاه جدا يعني مع الحركة كمان بيبان اكتر دي اشهر العلامات اللي تخليه يعرف ان فعلا في عنده مشكلة في الجيوب الانفية ازاي اقدر اشخص بانه هو انا عندي جيوب انفية ولا لأ المدة اللي عنده الجيوب انفية بيبقى عراضه غالبا بقى لها مدة عدة اله 14 يوم انما اللي عنده نزلة برد ده ممكن يكون الموضوع بدأ معاه بشكل مفاجئ في خلال يومين ثلاثة اعراض ظهرت معاه من حاجات عمره ما كان بيشتك منها قبل كده انما بتاع الجيوب الانفية غالبا بيبقى الموضوع عنده بقى له مدة وماروش علاجة بالنظرات البرد بقاش فيه سخنية ما بقاش فيه واجة على عضم التكسير الشجيد الحاجات دي بتبقاش موجودة يعني طيب وإيه المضعفات بالنسبة للمضعفات لو واحد عنده مشكلة في الجيوب الانفية بشكل مستمر وهو مش اخد باله ومش بياخد علاج المضعفات احيانا بنوصل لحاجة اسمها للتهابك جيوب الانفية المزمن دي حاجة خطر جدا اه جدا حاجة خطر اوي حاجة خطر وحاجة مزعجة لو انا معرفش ان انا عندي جيوب انفية فهي حاجة خطر بالزبط لأن الموضوع بيأثر على اللايف ستايل بتاعه بيبقى دايما منزعج بيبقى مصدع بيبقى دايخ تقريبا الفيديو ده ممكن يكون بيشرح أكثر ده بيشاور في الحتة الأورانية دي عن الطبقة المخاطية الداخلية للجيوب الأنفية الطبقة دي بتفرز مخاطر لأنه أصفر ده ده طبيعي عندنا كلنا إفراز المخاطي ده عندنا كلنا وده بيبقى ليه فوائد للمناعة والتصاق الجرسيم اللي بتخش عشان يمنع دخولها الرقة وبيدفل هو اللي داخل كمان أثناء التنفس الطبيعي أنه هو بينزل لوحده يعني في الحالات الطبيعية ممكن يتبخر مع التنفس زي ما طالع من السهم كده ممكن ينزل لوحده في الحالات المرضية أحيانا بيحصل تضخم وزيادة في صمك الطبقة المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية العظمية من الداخل وبيحبس المخاط زي ما احنا شايفين كده بدلا من المخاط يعني بيخرج بشكل طبيعي هنا ببقى أنا وصلت المرحلة خطر آه خلاص بقى بيبقى قفلت وبنخش في حاجة اسمها لتهاب الجيب الأنفية المزمن لو المشكلة عدت الطرس شهور تلاقي الدنيا زي ما حالك شايفة كده اتقفلت خالص الصرف بتاع الجيب الأنفي وبيبقى تقفل تماما فالمخاط بيتجمع جوه وده اللي بيسبب التهاب كتير بقى يعني خلي المشكلة بتزيد أكتر بننتقل من مرحلة الرشح مثلا أو انسداد الأنف لمرحلة الصداع الشديد لمرحلة الانزاعاج مثلا أثناء النشاط اليومي وده بيكون حلها العملية زي ما هو موضح كده بالمنظار ده اللي خد أدوية لمشكلة الجيب الأنفية ومنفعش ما استجابش معاه المنظار بيشيل الزوايد العظمية والزوايد بتاع تضخم الطبقة المخاطية المبطنة للجيب الأنفية من الداخل وده اللي بيسهل خروج زي ما حنا شايفين كده مع السهم خروج المخاط للخارج يعني ده بيوضح بقى طبعا بعد العملية ان احنا بنحط فتيل أو بنقفر الأنف يعني ده خطوة في الآخر خالص وده يعني بيبقى زي الغسيل كده من المحلول الملحي أو ماء البحر اللي بيساعد على العلاج والتحاصل طيب أنا أحافظ على نفسي إزاي؟ هنحافظ إزاي؟ أولا التشخيص المبكر اللي عنده مشكلة لازم يكون عارف من أول ما يفضلش ياخد علاج أو مسكنات فترات طويلة جدا للأسف احنا أول ما بنحس بأن فيه حاجة غلص بنبدأ ناخد مسكنات وعلاج برد هو ده طبيعي لحد ما بس بحدود يعني يومين ثلاثة بالزبط يومين ثلاثة لو أكتر من كده يبقى أنا عندي جيوب أنفية خصوصا لو ما فيش تحسن في الأعراض كمان ساعتها خلاص بقى نبتدي لازم حد متخصص يبص على المريض ويشوف إيه المشكلة بالزبط ويعالجه في أسر وقت ممكن طيب فيه بوينت برضو تاني أو نقطة مهمة جدا فيه فيه لابس بين الحساسية وبين الجيوب الأنفية طيب دي برضو مشكلة تانية خالص حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية بتظهر أحيانا بتبقى زي يعني حساسية موسمية أحيانا بتظهر في مواسم مختلفة مثلا مع دخلة الخريف أو الصيف أو حاجة زي كده وبتيجي الأعراض اللي احنا قلنا عليها في الأول حساسية المزمنة بتبقى مستمرة طبعا طول السنة إنما التهاري الجيوب الأنفية المزمن بيجي معها الأعراض المزعجة اللي قلنا عليها الصداع والإحساس الامتلاء بتاع الرأس بيزيد غالبا لما المريض يتحرك أو يوطي أو يكون قاعد على الكرسي يوجد وقف يحس بدخش جيدة جدا وده يعني أحيانا بيأثر على الحاجات في حياته من غير ما ياخد باله بقى زي إن إحنا دايما ساعات بنحس بواجع في الودن ممكن وجع في الأسنان ممكن وجع في الأزن وممكن وجع في الدماغ بشكل عام أحيانا ممكن يعمل كحة لو الإخراض المخاطي ده بدأ ينزل البلعوم واصل للحنجرة بيعمل كحة وبيعمل حاجة تانية بقى أحيانا من نفس اللي تخش باله منها بيعمل كسل بيبقى العيان أو المريض بيبقى فيه خمول شوية بيبقى فيه خمول وكسل ومش عايز يعمل حاجة مش عايز يشتغل بس ده الأكتر حاجة بتميزه يعني طيب إحنا يمكن أكتر فئة بتعاني من الموضوع ده تقريبا المهانسين آه عشان المواقع والرامل عشان المواقع والتراب والناس دي عايش على طول فعلا فعلا طيب الناس ديت لو هنقول لهم رسالة الرسالة اللي احنا نواجهها ليهم إن احنا نعمل غسيل للأنف باستخدام يا إما مثلا أنواع المحلول الملحي المتوفرة في السيداليات أو بخخات ماء البحر ودي برضو بتأدي نفس المهمة التكونات الترابية أو الرواسب اللي بتخش اللزقة أو متواجدة داخل الأنف وتسبب زيادة الحساسية إحنا بنغسلها وبنزلها أول باول بالحاجات اللي احنا قلنا عليها بيستخدم يا إما محلول ملحة وسرنجة كبيرة ويغسل وهو ماء الدماغه الأدام عشان ما يتنزل ده أفضل علاج آه ده ده القواية بقى ده يعتبر وقواية أول باول ده الرسالة من إن احنا إزاي نقدر نحافظ على صحتنا بالزبط ومناخدش عليك غلط من الإخير بالزرط ده دي الوسيلة الآمنة اللي ممكن يعملها عن طريق يعني يعمل بها وقاية آه آه يعني ده بالنسبة للمهانسين طيب لو اتكلمنا في الأطفال الأطفال للأسف بيبقى للتهابك جيوب الأنفية التدرج بتاع المضاعفات فيه أسرع بكتير من الكبار آه علشان كناتهستاكيوس أو ما تسمى بكناته التهوية اللي بتوصل بين الأنف وبين الأزن الوسطى بتوبع بس عايزين نبسط الموضوع شوية على المشاهدين عشان يفهم آه آه يعني هنعتبر الأطفال في السن الصغير بيبقى عرضة أكتر لمضاعفات الجيوب الأنفية واندمناها لتهاب الأذن الوسطى أوكي عشان القناته ببقى أسر شوية فوصول العدوى أو المخاط بيبقى أسرع كتير بيبقى أسرع كتير عشان منعيتهم ضعيفة دي حقيقة فعلا آه طيب إزاي قدر حافظ عليهم؟ آه نرجع برضو نفس النقطة نحافظ عليهم بالتشخيص المبكر يعني أنا لو هتجرب مع نفسي مثلا مسكن أو أطرق أو علاج من السيدلية يوم واثنين وثلاثة مش هعمل الكلام ده مع الأطفال آه ده اللي يكون أفضل لهم يعني أنهما يتشخصوا أسرع وقت ممكن آه طيب لو هنتكلم عن تأثير الجيوب الأنفية على الأذن تأثير الجيوب الأنفية على الأذن زي ما اتكلمنا في الأطفال بيبقى بشكل سريع اللي هي التهابات الأذن الوسطى بالنسبة للكبار بيبقى الموضوع أبطأ شوية يعني بيحتاج إهمال بقى منه إن هو خلاص يبقى خد علاج مرة واثنين وثلاثة وإسبوع وإسبوعين ده هو كده يبقى جيب أخره خالص بالضبط ده اللي بيجي لنا بقى أحيانا بيجي لنا مشكلة تانية خالص يكون بيشتكي مثلا من ألام في الأذن أو أحيانا بيوصل للسجب في الطابلة مثلا بتاعة الأذن وإحنا لما بنكشف بنكشف إن السبب الأساسي أصلا بيبقى نفية وهو في الأول ما كانش واخد التشخيص أصلا بيبقى من الشخص أو من المريض بيبقى غلط بالضبط بيبقى من الأول ما لفتش نظره الموضوع إن في حاجة يعني مكمل وبياخد مسكنات يعني يا جماعة نسأل طبيب وما نسألش مجرب والله يعني جو النصايح وخد سبرينا خد مش عرف أي الحاجات دي غلط جدا أول ما نحس بواجع لازم نتجه للدكتور هو اللي بيبدأ يحدد ممكن نعمل إيه؟ معظم الحالات اللي جاتلي بمضاعفات بيبقى بسبب حاجات زي كده إهمال في الأول خالص في البداية ووصلنا لحاجات تانية يعني بيبقى علاجها مدته أطول وعلاجه أصعب طيب هي ليها علاقة بالأسنان ولا لا؟ الأسنان ممكن تعمل مشاكل في الجيوب الأنفية بالذات الفك العلوي طبعا لو فيه درس يعني فيه التسوس أو فيه التهابات وأهمل ده بيبقى أسهل وأسرع طريقة لوصول التهاب للجيوب الأنفية طيب رسالة أخيرة ممكن توجهها لكل مشاهدينا؟ الرسالة الأخيرة إن إحنا ما نهملش في صحتنا إن الموضوع بيبقى ليه أبعاد تانية كتير غير شوية صداع وغير شوية تنساد أنف الكلام ده بيأثر على النشاط بتاعك والإنتاجية بتاعتك في حياتك طيب والمطابعة عند الدكتور؟ عند الضرورة بس عند الضرورة آه طيب أنت نورتني النهارده بجد واستفدنا جدا من الفكرة بما إن إحنا دخلين على الشتاء فإحنا محتاجين قوي إحنا عشان كده قلنا نحاول نعمل وقاية كويسة ونعمل يعني زي وعي للناس كده بالضبط وأعتقد أن يعني إحنا جبنالكو كل حاجة لحد عندكو إزاي تقدروا تحافظوا على نفسكو بما إن إحنا دخلين على فصل الشتاء وطبعا هيبقى فيه أتربة كتير ويعني لازم نحافظ على نفسنا استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله وفكرة جديدة باي باي موسيقى